فبشر عبادي فإني قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نبدأ وبحضراتكم نسعى والصلاة والسلام على من تتحقق به الآمان وتشد إليه الرحال سيدنا محمد المصطفى الهشمي الكرشي العربي المكي اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة ترفع اللهم بها قدرنا وتعلي بها ذكرنا وتحقق بها في مرضاتك يا مولانا أملنا وبعد أحبة في الله في كل ربوع الدنيا حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم جميعا قلوا أمين في رحاب آيات جديدة من آيات القرآن نعيش بها ونتعايش معها اسمع إلى ربك وهو يقول في كلامه المنزل على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصطوا لعلكم ترحمون في بداية الإسلام الناس كانوا فاكرين أن الصلاة زيها زي أي عبادة وزي أفعال الناس المعتادة ممكن يتكلموا فيها وممكن يأمروا بحاجتهم وممكن ينهوا عن حاجة وممكن يدور حديث عادي خالص والأمور عادية خالص ولذلك سيدنا أبو هريرة بيقول كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية وسيدنا عبد الله بن مسعود مع ذرة رضوان الله عليه وأرضاه يروى أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي يعني دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فالنبي ما ردش عليه فبيقول كان الرجل يتكلم في صلاته ويأمر بحاجته فلما فرغ رد عليه صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يفعل ما يشاء وإنها نزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا طيب إيه المقصود بالكلام ده المقصود بالكلام ده أحكام لازم نعرفها لما يكون الإمام بيقرأ لازم ننصط لي ولازم نسمع لي ده في الصلاة لإني بتلاقي ناس عايزة تسارع وتقرأ لا مش مهمتك تقرأ أدم الإمام مدكش فرصة ما تقراش واسمع وتعلم وشوف الإمام بينطق إزاي عشان حضرتك تنطق زيه وعشان حضرتك تتفكر في الآيات اللي هو بيقرأها طيب ده أول حاجة الحاجة التانية مهمة جدا لإني كلنا بنعملها مفيش حاجة اسمها القرآن للبركة نشغل إزاعة القرآن الكريم ليل نهار أصلها بركة مشغلين قنوات القرآن أصله بركة وبيحفظ البيت الكلام ده مش صحيح وملوش أصل في الدين بالعكس انت كده بتشيل وزر وذنب لما تشغل القرآن وحضرتك منشغل وبيتغلوش وبتتكلم وبتأموش مع القرآن أصلا ده اسمه استهزاء وسوء أدب بكتاب الله لأن ربنا بيقول أهو وإذا قرأ القرآن فاستمعوا ما قالش فاسمعوا قال فاستمعوا يعني فاستمعوا يعني كن حاضر بجوار حق كلها والقرآن مش بيحرص النايم زي ما بيقولون كلام مغلوط ومحدش قال بيقالص والقرآن ماهوش بركة في البيت عشان يطرد الشياطين لا القرآن لما تقرأه انت يحفظك ولما تقرأه بلسانك انت يطرد الشياطين ولما تقرأه بلسانك انت حضرتك يحفظ البيت لكن ما تشغلش القرآن عمال على بطال القرآن كتاب له قدسية وله جلال وله احترام فلا بد وأن نتأدب مع القرآن الكريم وخلي بالك القرآن يوم القيامة هيجي هيجيب ناس كتير قوي إلا يحصل النبي يشهد عليهم ما لهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا أنا بقول لك الكلام ده وانت في رمضان وأوشك رمضان أن ينتهي لأن المصاحف الحمد لله خلصت من المساجد بسبب رمضان والمصاحف كلها في البيوت اتنظفت بسبب رمضان بعد رمضان يعود التراب على المصحف ويعود المصحف يشكو لربه هجر الناس وظلم العباد خلي بالك هجر القرآن هجر كراءة هجر عمل هجر النظر فيه خد بالك أنا من الناس حتى رغم اني تطبيقات الموبايل اللي النهاردة بقت القرآن على الموبايل لكن أنا ما بستلزش ده ما بستلزش إلا أني أمسك المصحف وبص فيه وقرأ فيه لأن سلنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن عينك دي ليها نصيب من العبادة إيه نصيبها من العبادة يا رسول الله قال النظر في المصحف أني أنت تبص في المصحف علشان كده لو حضرتك مشغول ومش هتسمع للإذاعة أو تسمع للقناة اللي مشغل القرآن اطفيها ما فيوش بأس ما توطهاش لا اطفيها خالص حضرتك ولما تكون جاهز أني أنت تسمع لكتاب الله سبحانه وتعالى اقعد واسمع لكتاب الله وأنصت بجميع جوارحك أرجع بك تاني من جملة الأحكام اللي احنا نتعلمها بقى أدام الآية دي نزلت عشان كانوا بيتكلموا في الصلاة إن الصلاة يجوز أن تقطع لسبب عارض أو طارق لأن الإمام البخاري يروي إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول عايز أطول ماذا حالتنا يا عم الحج المغرب خفيفة ما تعرفش جبتها منين دي المغرب خفيفة بس احنا بنقول اللي على كيفنا يا عم الحج الله يرضيك بسط الموضوع من أما بالناس منكم فليخفف فليخفش مش بالنسبة لصلاتك أنت بالنسبة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم النبي بيقول أنا بقوم في الصلاة أريد أن أطول فأسمع بقاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي فده يدل على مشروعة التجوز والتخفف في الصلاة والتخفيف لعارض أو لطارق لكن يجوز قطع الصلاة بالكلية لعارض أو لطارق نجاوب على الكلام ده ونتمم الكلام بعد ما نوصل لفاصل نصلي فعل النبي العدنان فتابعونا ولا تفارقونا عدنا لحضراتكم بعون الله وبحوله وقوته فيا من رجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما الله يجز من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيمة قلت لك قبل الفاصل أن القرآن يقتضي الاستماع مش السماع والفرق بين السماع والاستماع أن السماع مجرد السماع لا يقتضي التدبر ولا يقتضي حضور الزهن ولا حضور الأعضاء إنما الاستماع عشان كده ربنا قال فاستمعوا ما قالش فاسمعوا يقتضي التدبر ويقتضي المعايشة مع القرآن الكريم ويقتضي الإنصاط بحكمة لما يقوله الله سبحانه وتعالى وقديما كانوا مشيخنا يقولوننا لما تسمع القارئ يقرأ ويعجبك الصوت أو يا سلام يا سلام على صوته فاعلم أن الصوت صوته لكن المتحدث بالكلام إليك هو الله سبحانه وتعالى لأنه من أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن القرآن كتاب السعد وعايز أقول لكم بالمناسبة عشان تعلموا ولادكم القرآن ده مهم جدا وإحنا في شهر القرآن عايز أقول لكم أنتوا حفظين الآية المشهورة اللي كلنا حفظينها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه مش كده أقول لي حد يعرف حد يوم الياما لا خالص لكن فينا استعرف بعضين مين بقى كل إنسان يفر يوم القيامة من أبيه وأمه إلا أهل القرآن يسارعون إلى أبيهم وأمهاتهم ليجعلون على رؤوسهم تاج الوقار لإن اللي قال كده النبي العبدان صلى الله عليه وسلم كل واحد يوم القيامة هيتبرم من أبو وأمه إلا أهل القرآن يوم القيامة هيجروا على أبوهم وأماتهم عشان يلبسوهم تاج الوقار بين يدي الرحمن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته طيب يجوز قطع الصلاة لسبب طاري السؤال هو فرض كانت أو نفلة الجواب نعم في كل الحالتين بالمناسبة لكن هقولك في الفرض يكون سبب طاري قوي عارض قوي يعني راجل أعمى هيوعى في حفرة يعني طفل هيقدم على هلاك يعني ولد بيسحف وهياخد حاجة مضرة حطها ببقه حد هيمسك نار حد هيقدم على إهلاك نفسه فالفرض أو النفل تقطع لكن أبوي أو أمي بينادوا علي في الفرض لا لكن في النفل تقطع وتروح تجاوب علمك أو أبوك وترجع تاني ينفع في النفل آه والإمام النووي عمل باب سمى كده باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها واستدلوا على كده بما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحكي لنا قصة جريج العابد اللي كان بيعبد ربنا في صومعته فأمه ندت وقالت يا جريج فأعادي يقول ربي صلاتي ولا أمي صلاتي ولا أمي المهم كمل صلاته يا جريج في التالتة يا جريج فزعلت فقالت اللهم لا تمته حتى تريه الممسات وبالفعل ما مات جريج حتى ابتلت عليه امرأة أنه زنى بها تمام الكلام بعد فاصل نصلي فيها على النبي العدنان ومش ناس الهدية اللي هكون مسك الختام فتابعونا ولا تفارقونا عدنا لحضراتكم بعون الله وبحوله وقوته فيا من راجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما الله يجز من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيمة قبل الفاصل قلت بكلمك على جريج العابد اللي أمه دعت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى تريه الممسات فسبحان الله العظيم تيجي امرأة بغي تتبلع عليه وتضع طفلها وبعدين تقول أن الذي زنى بيه هو جريج فيهدوا الصومعة ويضربوه ويريدوا أن يحرقوه فيقول لهم بس يسموني أصلي ركعتين لله فيصلي وبعد كده هادوا الطفل فيضغط على بطن الطفل ويقول له بالله عليك من أبوك فيقول أبي فلان لكن دي دعوة أمه عليه لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرواه البخاري ولو دعت عليه أن يفتنى لفتن ولو دعت عليه أن يفتنى لفتن فإحنا عندنا فقه جميل في التعامل مع الآباء بالمناسبة بما إننا في شهر رمضان وبنتكلم عن الصيام بس ده في غير رمضان بالمناسبة وفي رمضان أنت لو حضرتك أصلك من أسوان أو من لؤسرة أو من إسكندرية وجيت القاهرة وسكنت فيها وعشت فيها واتجوزت فيها فهتبقى بلدك القاهرة خلاص لكن أبوك عايش في الأقصر أو في الإسكندرية لما تيجي مسافر هتفتر آه ما خلاص بقى رخصة يا عم الشيخ لا لو حضرتك مسافر بيت أبوك إيه وعتفتر أدبا مع أبوك الإسلام بيقولك عشان ما يزعلش ويقول خلاص الولد استقل وباقت بلده مع امراضه فيقولك أدبا مع الأب والأم لما تيجي مسافر بيتهم تتم الصلاة وتتم الصيام يعني أدبا من باب الشفقة والرحمة وإتيكة الإسلام شفت جمال أعظم من هذا الجمال إنه جمال شريعة محمد يلا ناخد الهدية في عجالة الهدية النهاردة بعد ما تخلص أكل لتعلم أولادك يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة طب لما أقول كده هستفيد ما طول عمرنا بنقول الحمد لله لا أنا عايزك تقول بعد ما تخلص أكل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة لابن ماجب يروي عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول دا بعد الآكل غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشفى أمراضنا وارحم أموتنا اللهم أطعم جائعنا واكسي من تعرى منا اللهم أنزل السكينة على كل إنسان منا اللهم أنزل مغفرتك وأمنك وأمانك على البلاد والعباد صب الخير على بلادنا صبا صبا لا تجعل يا ربنا عيشنا كدا كدا اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا اللهم هذا رمضان أوشك على الانتهاء فتسلمه منا متقبلة ووفقنا لما بقي فيه من خالص ومن صالح الأعمال يا أكرم الأكرمين واكتبنا عندك من المقبولين ومن عتقاء رمضان اللهم أعتق رقابنا من النيران اللهم لا تعذبنا بالخوف ولا بالجوء يا أكرم الأكرمين اللهم رب الرقم والمقام رب المشعر الحرام أقرأ رسول الله من كل مسلم السلام وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآليهم والحمد لله رب العالمين غدا يتجدد اللقاء بحضراتكم إن قدر الله البقاء واللقاء وربك دوما يقول إني قريب أترككم في معيات الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب